اتهم تقرير مشترك لمنظمتين العفو الدولية وهيومن رايتس واتش القوات الأمنية الليثيوبية بارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب في حق سكان قليم تيجراي وجاء في تقرير المنظمتين الحقوقيتين أن الأقليم يشهد تطهيرا عرقيا وجرائم ضد الإنسانية بطريقة منسقة فما تدعيات هذا التقرير على اتفاق الوقف اطلاق النار المعلن في الأقليم بين الأطراف المتحاربة وكيف تنظر الولايات المتحدة له اتهمات للإدارة المدنية الحالية في غرب إقليم تيجراي الإثيوبي وللقوات الإقليمية والميليشيات من منطقة أمهرة بارتكاب فضائع ممنهجة في حق سكان الإقليم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية اتهمات جاءت في تقرير مشترك لمنظمتين العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش استند إلى شهود عن أعمال عنف وناجين من حملة تطهير واسعة بدأت منذ اندلاع الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2020 تقول المنظمتان الحقوقيتان إن مئات آلاف السكان طردوا بشكل قصري من غرب تيجراي بطريقة منصقة بين القوات الأمنية والسلطات المدنية على أسس عرقية وبالقتل والتجويع التقرير الذي اعتمد على مقابلات مع أكثر من أربعمائة شخص بينهم لاجئون في السودان وثق حالات استعباد جنسي واقتصاب جماعي لنساء من تيجراي وأشار إلى وفاة معتقلين في سجون مكتدة نتيجة التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية فيما قتل عشرات الرجال في عمليات إعدام خارج إطار القانون لم تستثن المنظمتان حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد من هذا التقرير بل اتهمتها بالتسطر على الانتهاكات وبالموافقة عليها والمشاركة فيها وبالتقاع سيف حل النزاع وكان أبي أحمد قد تعهد بإنهاء سريع للصراع الذي سخط حدود تيجراي قبل أن يعلن عن هدنة إنسانية مفتوحة في الإقليم حيث وافقت جبهة تحرير شعب تيجراي على وقف القتال في حال وصلت المساعدات تطهير عرقي بلا هوادة وجرائم صادمة في غرب تيجراي هكذا وصفت الولايات المتحدة الوضع في المنطقة لكن في المقابل اعتبرتها سلطات أمهر دعاية جرائم لا حصر لها في تيجراي وفق المنظمات الإنسانية وما يزيد الوضع هناك قتامة ما ورد في تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة عن أن وكالات الإغاثة تواجه تحديات متزايدة في إيصال المساعدات إلى الإقليم المهدد بالمجاعة للحديث أكثر مشاهدين ينضم علينا من العاصمة الإثيوبية أديسة بابا عبد الشكور عبد الصمد حسن الباحث في شؤون الإثيوبية والأفريقية وتنضم علينا عبر سكايب من العاصمة السويدية ستوك هولم سعاد عبد الناشطة السياسية من إقليم تيجراي مرحبا بكم سيد عبد الشكور عبد الصمد أبدأ معك إذن تطهير عرقي وجرائم حرب وكذلك جرائم ضد الإنسانية بحسب المنظمات الدولية كيف تعلق على ما جاء في هذا التقرير الحقوقي أهلا وسهلا بك أخي حيدر وأهلا بأختي سعاد وأهلا بمشاهديكم الكرام في الواقع الحكومة الأثيوبية وبالأحرى وزارة الخارجية الأثيوبية أصدرت بيان حول هذا الأمر بالتحديد وذكرت مجموعة معطيات وأعلنت أن الحكومة الأثيوبية أولا شكلت لجنة مشتركة مع الجهات الدولية المعنية بهذا الأمر وأخذت باعتبار أنها ستأخذ الأمر بجدية وستبحث في حيثيات هذا التقرير المشترك الذي تحدثتم حوله لكنها أيضا في المقابل تحدثت بأن هناك أخطاء شكلية وأخطاء جوهرية في هذا التقرير وأن هناك تسييس لهذا الأمر وأن هذا التقرير تزامن مع هدنة معلنة من الحكومة الأثيوبية قبلت بها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي فبالتالي سيد عبد الشكور أبقى معك مع انتقادات الحكومة لهذا التقرير فأقول لي التقرير في هذا التوقيت بالذات يخشى أن يكون له تأثير سربي في الهدنة طبعا أنا أقول هذا الأمر مع تعاطفي والجانب الإنساني ولكن ردا سيد عبد الشكور لو سمحت لي ردا على ما قالته الحكومة الأثيوبية في هذا البيان الذي ذكرت حضرتك يعني منظمة العفو الدولية هيومان راتسووش تتحدث عن آليات الحصول على هذه المعلومات التي تم يعني كما قلت قبل قليل التشكيك بها أو أن هناك ربما تسييس من خلال هذا التقرير 15 شهرا بحث لهتين المنظمتين في هذا الموضوع هناك مقابلات مع أكثر من أربعمائة شخص بينهم لاجئون في السودان هذا كله توثيق لم يؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الحكومة الأثيوبية الحكومة الأثيوبية أعلنت أنها تأخذ الأمر بجدية وأنها شكلت فريق مشترك أثيوبي مع مجهات معنية بالأمم المتحدة لمناقشة هذا الأمر ومعاقبة المسؤولين والبيان ذكر بأن هذه أعمال فردية القائمون عليها القائمون بها سيقدمون إلى المحاسبة والمعاقبة فبالتالي أعلنت أنها لا تلغي الفرضية إطلاقا ولكن أيضا عشارت إلى بعض المواطيات التي يجب أخذها في الاعتبار واضح أذهب إلى ستوك هولم سيدة سعاد عبدو الناشطة السياسية من أقليم تيكراي هل يكفي سيدة سعاد ما استمعت إليه بأنه قد تكون هذه الأفعال فردية وأن من قام بها سيقدم إلى المحاكمة كما تقول الحكومة الأثيوبية أولا أهلا بك أخا حيثر وإليك فيك وكل المتابعين وكل عام وأنتم بخير وأنتم بخير لهذا الشهر الفضيل أنا يؤسفني أن أسمع من الأخ عبد الشقور يعني كما يقال العذر أقبح من الزمن كيف سنة ونص أكثر الآن شعر تيكراي محاصر لا يجد ما يأكله وما يشربه وحورد بالدرونات وحورد بكل الأنواع للإنسان ما يتخيلها ونحن نرى مقارنة مع أوكراينا التي قبل شهر فقط بدأ الحرب وكيف العالم يعترف لهم وكيف يأتيهم المساعدات يعني أصبحنا نرى في العالم الناس على الناس الأرواح صارت تختلف بألوان وبأعراق وإلى آخره فكيف يعني شعب إيثيوبي أصلا يعني يرفله الجفن وهو شعب تيكراي يموت هناك ولا يجد حتى ما يسمو ويفطر عليه ونحن شعب النجاشي نحن أحفاد النجاشي الإيثيوبيين المسلمين الذين يذهبون إلى بلاد مختلفة يأخذون مساعدات بإسم النجاشي وهو النجاشي في إيثيوبي طيب ما المشكلة سيدة سعاد كما قال ضيفي بأن هناك دعوات للتحقيق يعني لا تنفي الحكومة الإيثيوبية وقوع انتهاكات وتقول بأنه من يثبت تورطه بما جرى وما تم توثيقه من قبل هاتين المنظمتين سيقدم للمحاكمة ما الضرر في ذلك لا ضرر لكن هذا الاعتراف كان من زمان يعني ليس جديد أبي أحمد اعتراف بنفسه ماذا فعل في التقريب وكيف قتل الناس وكيف اقتسب النساء هو بلسانه يعطاك نحن نحتاج إلى عمل ما ينفعنا سنة ونسعى ما الذي عطل العمل برأيك سيدة سعاد؟ ما الذي عطل العمل إذا تم الاعتراف في السابق من قبل الحكومة والآن أيضا هناك اعتراف؟ الذي ينفذ المساعدة الذي يمنع أن تدخل المساعدة هو حكومة إيرتريا استياسة أفورقي الذي حتى أبي أحمد كان يريد أن يأتي للسلام ولكنه ينفذ تماما لأنه هو الذي الآن هو جيشي في غرب تقريب في حمراء ويمنع الدخول المعونة إلى تقريب أبي أحمد فترة كبيرة جدا منذ فترة كان يريد أن يأتي للحوال ولكنهم ينفذون لأنهم هم الذين الآن تقريبا يتحكموا بإيتيوبيا حكومة إيسياس أفورقي الحكومة الإيرتريا يعني تقولين بأنه أبي أحمد رئيس الحكومة في إيتيوبيا إيتيوبيا لا يستطيع التأثير على هؤلاء وبالتالي هم عمليا من يعرقلون إيصال المساعدات وتجنيب السكان هناك من كل هذه الانتهاكات نعم حتى أمريكا قالت أيضا الحكومة الإيرتريية والإيرترييين لهم دور كبير في فشل كل الطرق للسلام وفي فشل أن تمرج إيتيوبيا من هذا المأزق الذي توجد فيه هذه النقطة سيد سعاد اسمحي ليأعود بها لسيد عبد الشكور سيد عبد الشكور هل هذا الضعف هل هذا فشل من قبل الحكومة لحماية سكانها خصوصا ونحن لا نتحدث عن اعتداءات فردية وعابرة وإنما عن توثيق لجرائم حرب ويعني عبودية وما شابه أخي العزيز يعني الاختصارات تتحدث بأنه يعني يعني قضية قليم تجرائي لن تجد الاهتمام الكافي وهي من أفضل من يعرف بأن هناك مناطق أخرى شاسعة في أثيوبيا تعاني من أحداث قد تكون يعني مشابهة لكن أيضا لا يتحدث عنها أحد لكن يعني قليم تجرائي أهل تجرائي ما حضوبون بأن لهم صوتا مسموعا هذه نقطة نقطة أخرى يعني أيضا يعني يعني الحكومة الأثيوبية تتحمل المسؤولية وأعلنت أنها يعني تجري يعني تحقيق وتقوم بما يجب لا ولكن لا نتحدث الآن عن التحقيق سيد عبد الشكور لا نتحدث عن التحقيق لأن هذا الأمر قد تم وأوضحت هذه النقطة نتحدث عن تورط الإيرتيريين بمنع المساعدات وبعدم قدرة الحكومة على حماية مواطنيها في هذه المناطق أنا أقول أخي العزيز يعني هناك أيضا مسؤولية أخرى طرف آخر هو المسؤول قبل نحوة تقريبا تسعة أشهر عندما انسحب الجيش الأثيوبي من إقليم تجرائي الجبهة الشعبية لتحرير تجرائي لم تستغل الفرصة وتعطي السلام لشعبها وإنما قامت باجتياح قليم عفر ومناطق في قليم أمهرة وهي أيضا حقيقة ساهمت في هذه المعاناة بصورة أساسية هذه نقطة نقطة أخرى فيما يتعلق بإيرتريا أعتقد الكل يتحدث والعالم يعرف هذه الحقيقة لكن الحكومة الأثيوبية أعلنت أن تم حصر مجموعات من ضباط الجيش الأثيوبي والجيش الإيرتري وأنهم سأحيلوا للمحاكمة إذن إجراءات تقول سيد عبد الشكر بأن هناك تمت إجراءات بحق هؤلاء بقي لدي أقل من دقيقة سيدة سعاد نعم أقل من دقيقة سيدة سعاد بثلاثين ثانية ربما هناك أيضا إجراءات نعم كيف تعالقي سيدة سعاد على ما استمعت إليه من ضيفي بأن هناك بالفعل إجراءات تمت سواء بحق ضباط من إيثيوبيا أو حتى إيرتريين بنصف دقيقة لو سمحت وقتكم ضيق جدا أخي لم نعى واقعيا لكن إذا لديه معلومات عن هذا لكن ما نعلمه الآن والشعب الإيثيوبي بالعموم يتكلم على أن المشكلة الكبيرة في إيثيوبيا كلها هم الغزو الإيرتري الذي جاء لإيثيوبيا وين دعي أن يدخل ولكنه عمل جرائم في كل مكان الذي يتكلم عنه عبد الشبط قتلوا الأورومو قتلوا الأمحارة قتلوا العفر وبعدين سنقول أن الجغة الشعبية هي التي فعلها وهذا ليس صحيح فبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة مع إيثيوبيا الذي يتدخل في السودان وفي اليمن وفي كينيا وفي كل المكان فلازم يتوقف هذا العدوان الذي جاء من قبل الإيرتريين لأن الإيثيوبيين ممكن أن يحلوا مشكلتهم مع بعض لو لأنه يتدخل أيضا العدوان شكرا جزيلا على هذه المشاركة من العاصمة الإيثيوبية ديسة بابا عبد الشكور عبد الصمد حسن البحث بشؤون الإيثيوبية والإفريقية ومن العاصمة السويدية ستوكولم سعاد عبد الناشطة السياسية من قلين تيجراء شكرا لكم نتابع النقاش مشاهدينا في هذا الملف حول الانتهاكات في إيثيوبيا معنا من واشنطن ديفيد شين سفير الأمريكي السابق لدى إيثيوبيا السيد سفير مرحبا بك معنا الولايات المتحدة وعلى لسان المتحدث باسم الخارجي الأمريكي ندي برايس قال نشعر بقلق كبير حيال ما تم نشره من هيومن رايس ووتش ومنظمة العفو الدولية حول انتهاكات كبيرة تحصل في أقليم تيجراء هل هناك أي خطوات أمريكية نتوقعها حيال ما ورد في هذا التقرير الولايات المتحدة اتخذت بعض الإجراءات المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيثيوبيا نتيجة للحرب الأهلية هناك والضيف تحدث عن ثلاثة قضايا مسألة هيومن رايتس ووتش وأمنيستي انترناشنال ومزاعم التطهير العرقي في تيجري ثم المساعدات الإنسانية لمنطقة تيجري وأيضا دور القوات الإريترية ولكن التقرير من أمنيستي انترناشنال وهيومن رايتس ووتش ركز على التطهير العرقي في تيجري والولايات المتحدة أدانت بشكل فعال هذا في عدة مناسبات آخرها بالأمس وهي قلقة جدا بشأن كل انتهاكات حقوق الإنسان في إيثيوبيا وهذه حدثت أيضا خارج منطقة تيجري كانت هناك انتهاكات ضد الأمهرة والأفوار ومجتمعات أخرى ليس لها علاقة بالحرب في تيجري أنا أعتقد أن الولايات المتحدة بالتأكيد ستتخذ إجراءات إضافية لو هذه الفضائع لم تنتهي هذا التقرير مبني على مقابلات بدأت في ديسمبر 2020 واستمرت حتى مارس من هذا العام معظم المعلومات هي معلومات قديمة والسؤال الآن هل هذه الفضائع لا تزال مستمرة أم لا إلى جانب هذا السؤال وإلى جانب الإدانة سيد السيفيد من قبل الولايات المتحدة لما يجري في إثيوبيا هل نتوقع إجراءات تتمثل ربما بفرض عقوبات خصوصا على الجهات التي تعرق الإيصال المساعدات كما قالت ضيفتي قبل قليل من السويد بأن جانب من إيريتيريا متورط في هذا الأمر بالتأكيد في الماضي كان هذا صحيحا هناك قصة خرجت علينا من إثيوبيا مؤخرا في الرابع والعشرين من مارس من هذا العام حكومة إثيوبيا وافقت على السماح بالوصول الإنساني إلى منطقة تيجري لأول مرة منذ أشهر وكان هناك توصيل لبعض إمدادات الإغاثة إلى تيجري بعد الرابع والعشرين من مارس والسؤال عندها يصبح ماذا تفعل حكومة إثيوبيا من الآن فصاعدا هل تتخذ إجراءات إيجابية للتعامل مع الموقف في تيجري أم تتراجع وتخلق مشاكل جديدة إذا كانت هناك مشاكل جديدة فسنرى إجراءات إضافية من الولايات المتحدة تستهدف المذنبين حينما تقول سيد السفير مشاكل جديدة ماذا تعني هل تعني عدد آخر من الضحايا لهذه الجرائم التي تم توثيقها من قبل المنظمتين الحقوقيتين ماذا نعم تشكيلة من الفضائع المستمرة في منطقة تيجري أو في أي جزء آخر من إثيوبيا وأيضا إنكار لوصول الإغاثة الإنسانية لمنطقة تيجري وكما أشرت هذه استؤنفت على الأقل مؤخرا والسؤال الآن يصبح هل حكومة إثيوبيا ستستمر في عمل الشيء الصحيح أم تتراجع وتعود إلى هذه الفضائع وإذا استمرت ستكون هناك مشاكل مع الحكومة الأمريكية كما أي حكومة يتم توجيه أي اتهم لها خصوصا من قبل منظمات حقوقية دولية يعني يتم إلى حد ما إنكار مثل هذه الاتهامات أو التشكيك في آلية عملها إثيوبيا ليست استثناءا فعلت ذلك وشككت في مغزى وآلية مثل هذا التقرير لـ Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية وأيضا أشارت إلى التوقيت لأن هناك المفروض أن تكون هدنة بين الأطراف برأيك هل سيؤدي طرح هذا التقرير وكذلك التفتيش عنه والتحقيق فيه إلى الإضرار بوقف إطلاق النار في منطقة تيجراي هذا سؤال صعب حتى الآن هو مستمر في الأسبوع الأخيرة ولكن هذا أصابنا بخيبة أمل في الماضي ويمكن أن يتكرر ذلك كل الأطراف يجب أن تحترم وقف إطلاق النار بما فيهم الإيرتريين ومجموعات الميليشيات في البلاد هناك الكثير من اللاعبين لسوء الحظ البعض منهم لم يكن نواياه جيدة الدورة الأمريكية سيد السفير في مسألة ضمان بقاء وقف إطلاق النار في هذه المنطقة لنتحدث عن إقليم تيجراي الولايات المتحدة بالتأكيد تستطيع أن تفرض المزيد من العقوبات إذا اختارت ذلك وهي بالفعل أنهت بعض العقوبات ضد أفراد إيرتريين وأزالت اسم إثيوبيا من قانون الفرص الإفريقية وكانت هناك مناقشات صعبة مع حكومة إثيوبيا وبالتالي اتخذت بعض الإجراءات ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة يمكن أن تفعلها وسنرى مدى جدية حكومة إثيوبيا بشأن إنهاء هذا النزاع في تيجري شكرا جزيلا لك سيد السفير ديفيد شين نعتذر للمقاطع لأن الوقت المخصص قد انتهى لهذه المقابلة ضيفي من واشنطن ديفيد شين سفير أمريكي سابق لدى إثيوبيا شكرا لك شكرا لك